بسم الله الرحمن الرحيم صفحة 11 حبيتها لخصلكو كده شوية معلومات عن كثيرات الحدود او البولينوميالز كثيرات الحدود ايه الموضوع بيقولك انه عشان اقول ان دي كثيرة حدود الشرطة عندي ليا عندي تلع اربع شروط المقام المتغير اللي هو الفاريبر اللي هو اكس او واي او زد اي حاجة متغير مش المتغير اللي هو ده الرقم السابت اللي هو تلاتة خمسة ده اسمه رقم سابت ده متغير وده ثابت المتغير ده لازم مستحيل يكون في المقام يعني لو لقتي كده واحد على اكس زائد ده تقولي دي ليست كثيرة حدود لان المتغير في المقام تاني شرط انه ما يكونش تحت جزر تربيعي يعني ايه الكلام ده يعني ما يبقاش كده جزر اكس زائد خمسة ناقص ده دي اسمه ليست كثيرة حدود الاكس تحت جزر تربيعي يبقى مستحيل يكون كثيرة حدود واحدة شطرة تقولي طيب يا دكتورة نفسيتي هنا مش قلت لنا دي كثيرة حدود طب مين الشطرة التانية ترد عليها تقولها ده جزر تكعيبي وليس تربيعي فيه تلاتة هنا تاري التالت شرط انه ما يكونش فيه قص غير صحيح يعني ما يبقاش مثل قص نص او زائد عادي يعني تلاتة قص اه ربع او ما فيه مستحيل يكون فيه قص غير صحيح لازم القص يا اما اتنين تلاتة اربعة ما ينفعش كسر غير كده ما ينفعش يكون فيه قص سالب اكس ناقص واحد لان القص السالب معناه انه الرقم في المقام ماشي يبقى ما ينفعش قص سالب وما ينفعش قص غير صحيح ما ينفعش يكون المتغير تحت جزر تربيعي ولا تحت في المقام طب لو واحدة لقيت كده اه جزر تلاتة زائد خمسة ناقص اكس هتقولي دي كسيرة حدود ولا لأ ده جزر تربيعي لكنها كسيرة حدود تقولي ازاي اقولك هنا قلنا المتغير هو اللي ما يكونش تحت الجزر يعني ما ينفعش الاكس هي تحت الجزر ما ينفعش الجزر كده دي ليست كسيرة حدود تلغيها تخربها لكن عادي لو رقم عادي عادي تحت كسيرة حدود تحت الجزر ما فيش مشكلة طيب معلومة تانية بقى مهمة جدا حابق اقولها لكم بالمرة هنا في حاجة احيانا يقولك ما هي درجة كثيرة الحدود الدجري بتاعتها الدرجتها درجة كثيرة الحدود دي حاجة سهلة جدا هقولكم نعرفها ازاي بنشوف مثلا مثلا خليني ناخد مثلا زي هنا اكس قصة 4 ناقص 5 اكس قصة 2 زائد واحد درجة كثيرة حدود بتشوفي المتغير زي اكس اكبر قصة عندك كام 4 يبقى دي من الدرجة الرابعة اكبر قصة طب لو انا اكس قصة 4 ناقص واي زائد 3 تجمعي السمميشن ما حاصل جمع القص ده زائد القص ده معشان دي فيها متغيرين يبقى لو متغير واحد بشوف اعلى قص اكبر رقم اكس قصة 2 دي مش هتنفعني ده قصة اربعة لو انا قصة اربعة وهنا واي قص ايه مادام ما فيش حاجة يبقى قصة واحد يبقى اربعة زائد واحد يبقى هي من الدرجة الخامسة اكتبه لك ده اربعة زائد واحد لو لو تلات متغيرات هتجمعيهم برضا طب تعالوا نشوف كده مادين عليها ونلاقي الموضوع سهل جدا مسلا هنا اول حاجة بيقول لك هل هي كسيرة حدود ام لا واذا كانت حسيرة حدود اديني درجتها هي كسيرة حدود لم يختل اي شرط درجتها الدرجة التانية لان اكبر اكس قصة اتنين تمام طب هنا قصة اتنين نعم هي كثيرة حدود لازم تجاوبي على الاجابتين نعم كثيرة حدود ثم تقولي الدرجة دي درجتها ايه عند الواي هنا قصة اتنين وهنا واي قصة واحد خلاص ياخد الاكبر هجمع اتنين وهنا الاكس قصة اتنين والاكس قصة واحد هجمع اكبر واحد يبقى اتنين زائد اتنين نكتب من الدرجة الرابعة واضح يبقى الاكس تبصي هنا اكس اتنين هنا اكس اخد اعلى قصة. واجمعه مع القصة التانية. طب هنا زد. هنا الخمسة هي لتحت الجزر. مش كل الرقم. تمام? لو كان الخمسة والايكس يبقى هي ليست كسيرة حدوة. انتبهوا. هنا قصة تلاتة يبقى تلاتة. ده اعلى قصة. والواي قصة اتنين زائد اتنين. هنا واي قصة اتنين نفسها مش اجمعه مرتين. يبقى اعلى قصة عندي لل اكس هو تلاتة. اعلى قصة عندي للواي هو اتنين. اعلى قصة عندي زد هنا. تبهوا. هو خمسة. يبقى هي كم? خمسة واتنين سبعة وتلاتة. يبقى هي من الدرجة العاشرة. ماشي درجتها كده. وهكذا. واضح موضوع سهل ان شاء الله اتمنى لكم كل توفيق ولا تنسوني من دعوتكم مع السلامة.